اشتركوا في القناة وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ وَنَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعْ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسروا فأخذت أمر رجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلوتكم رسالة ربي وأنا لكم والرسالة ربي وأنا وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلوتكم رسالة ربي ونصحت لكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلوتكم رسالة ربي وأنا لكم فكيف أنسى على قوم كافرين فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم ميثاقهم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومنئي فظلموا بها فانذر كيف كان عاكبة المفسدين وقال موسى وقال الملأ من قوم فرعون وقال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعدلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد بس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم خاسرين أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون ومنئي فظلموا بها فانظر كيف كان عاكبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيتي فأتي بها إن كنت من الصادقين قال إن قال فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصوا فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أردكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخا وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة قال لهم موسى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروا قال فرعون آمنتم به قبل أن آدن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قدعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا موقنبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفر علينا صبرا وتغفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون آتذر موسى وقومه ليسدوا في الأرض ويدرك وآنيتك قال سنقدر أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاكبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومبعه أنا إنما طائرون عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والدفادع والتم آيات مفصنات فاستكبروا وكانوا قوما مجرميا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجلوا إن هؤلاء متبروا ما هم في وباطن ما كانوا يعملوا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخنفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أندر إليك قال لا تراني ولكن اندر إلى الجبل فإن استقرم كانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعنه دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا يا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصينا لكل شيء فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حبطت أعمالهم أليجزون إلا ما كنتم تعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سجد في أيديهم ورأوا أنهم قد دلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويوفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وقادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ونا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب يغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال رب يغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ودلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المجرمين والذين عملوا السيئات ثم تاموا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرابون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذت سورا جفة قال رب لو شئت أهلكت من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل الصفهاء منا إلي إلا فتلتك تدل بيا من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فوفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا أدنا إليك قال عذابي أصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبوا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عيدهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أوزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وودا ورحمة للمؤمنين أولئك هم المفلحون يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فمن اهددى فإنما يهددي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بحفية وكذلك نفسر أولئك هم المفلحون واكتب لنا فيها دين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو سبحانه لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعون عنكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقوا قوموا أن يضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها فكلوا بنا حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم بجزا من السماء بما كانوا يطمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبنوهم بما كوتم كذلك نبنوهم بما كانوا يفسقون واسألهم عن القرية وإذ قالت وإذ قالت وما ذكروا بأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوعنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئ وإذ تأذن ربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحي ولما رجع موسى واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق درصوا بافيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب أقاموا الصلاة إنا لا نديع وجر المصلحين